كل سنة وانتو طيبين عيد سعيد عليكم انا بصور الفيديو ده في اخر يومين كده في رمضان واتوقع عن الفيديو ده هينزل ييمة قبل العيد ييمة في العيد ييمة بعد العيد المهم كل سنة طيب لو انت بتفرج عليها دلوقتي وبتاكل كحك فيها جيب حتة يبطل تاكل كحك عشان وزنك ميزاتش بص يا حبي انا عاوزك في الموضوع انا جربت الموبايلات فاقة متوسطة عليا كتير الفترة اللي فاتت من اول ريلمي 10 برو بلس بوكو اكس 5 برو سامسونج جالاكس اي اربعة وخ وريدمي نو 12 برو بلس 5 جي وكان كل واحد له مميزاته وله عيوبه وليه تولفت المواصفات بتاعته بس مرة واحدة كده في موبايل جديد نزل في السوق المصري ارقام المواصفات بتاعته عجيبة وغريبة لدرجة ان انا قررت اشتريه علشان اجربه ورجعه الموبايل ده هو الفيفو V27 5 جي بص الموبايل ده حرفيا كاركام مواصفات عامل صح كده او تشيك مارك على كل حاجة على تصميم على شاشة على اداء على كاميرات على شحن سريع كل حاجة حرفيا موجودة في الموبايل ده ارقامه فعلا تخد ارقامه تخوف وكمان سعره ان هو موبايل نزل رسمي بضمان محلي منافس جدا للسامسونج جالاكس اي اربعة وخمسين والريدمي نو 12 برو بلس اه هي موبايلات الفئة المتوسطة العليا كلها غليت بسبب ازمة العملة بس احنا هنا جايين نتكلم في التجربة الحقيقية للفيفو V27 5 جي في حاجات عجبتني وعجبتني اوي وفي حاجات زعلتني من الموبايل ده حرفيا يعني شوية تريكات كده وحاجات زعلتني والتريكات دي اكتشفتها لان انا لسه معايا الجالاكسي اي اربعة وخمسين وريدمي نو 12 برو بلس فاكيد كنت بجرب كده وقارن شوية حاجات مع الفيفو V27 5 جي فا زي ما انت متعود كده احبي لايكك الجميل ويلا فينا بقى ايه نمخمخ كده في مراجعة موبايل فيفو الجديد تصميم الفيفو V27 5 جي تصميم يجبرك ان انت تحبه من اول الخامات المحترمة جدا اللي فيفو مستخدمها اللي يدك هتحس بيها اول ما تمسك الموبايل ده الظهر ازازي وعشان ما يبصمش فعليه طبقة سحرية كده مخليه الموبايل ده مستحيل يبصل معك وكمان بتخلي الموبايل مش ناعم قوي في ايدك يعني مش هيتزحلق بسهولة لو هتفكر تشيل الموبايل ده من غير جراب وانا متأكد انك هتحطه في الجراب الشفاف اللي جاي جوه علبة الموبايل الفيفو بيغير لونه ايوه هو اللون اللي معي ده لبني تعال اطلع بيه في الشمس وسبور كام ثانية هتلاقيه قلب كحلي غامل انا عارف ان ده مش اول موبايل من الفيفو ينزل بالميزة دي بس انا اول مرة جربها بصراحة وحقيقي فيها حاجة حلو خليك تحب الموبايل فوق كل ده الموبايل خفيف مية وتمانين جرام ورفيع سبعة واربعة من عشرة ميلي حاجة كده متحسش بازمة خالص وانت مسكة في ايدك فوق ده كله مفيش بروز يخوف خالص في الكاميرا الخلفية اللي انت شايف ورا بقى جنب الكاميرات ده مش الباصمة لأ ده رينج لايت كده فيفو عاملاه بطريقة محنكة علشان تقدر تستخدمه في الظلمة وانت بتصور وما يلسعش الصور زي الفلاش العادي وهتكلم اكتر عن موضوع لازحة الصور ده بجزء الكاميرا واخيرا الموبايل ده لو كان مقاوم للمية زي موبايلات سامسونج كان هيكون في حتة تانية بس الصراحة الشيكتم خليها كده في حتة الواحدة بعيدا على انه غير داعي لمقاومة المية نيجي للشاشة شاشة كبيرة ستة وتمانية وسبعين من مية بوصة كيرفد املت بدكت فول اتش دي بلاس بتردد بيوصل لمية وعشرين يارز مع دعم الاتش دي ارتين بلاس الشاشة دي حلوة بس كان ناقصها حاجتين عشان تكون احلى شاشة في الفئة ايوا اسمع مني بصوا هي من ناحية الفخامة فهي كيرفد يعني فيها انحناء بسيط من الاطراف ايوا يا حب ده بيدي فخامة كده هو بيغلبك شوية في الاسكرينات بس ما تيلاقش هو عليه اسكرينا وكمان حواف الشاشة وليلة جدا تقريبا زي اقل حواف الفئة فمن ناحية الفخامة الشاشة فخمة جدا التجربة الفعلية بقى للشاشة بص انت تقدر تتحكم في درجة الالوان بتاعتها من سيتنج الموبايل الوضع الافتراضي لقيت حي غريبة احمرار عجيب وغريب ظاهر في معظم الفيديوهات اللي بتفرج عليها فانا قلت النفسي هو فيه يا الدنيا حمرت كده ليه دخلت بقى اعدادات الشاشة وزرقتها حبتين ثلاثة ظبطت نسبيا بس اخلت الازرق زيادة شوية في المحتوى وحقيقة انا متدقى من الموضع ده لو كان مظبوط زي موبايلات سامسونج مبهرة لما بتشوف محتوى عليها كانت هتكون تجربة شاشة الفيفو رهيبة ايوة سامسونج دي اربعة وخمسين الوان شاشته مبهرة ومشبعة في نفس الوقت بس مظبوطة من غير زيادات اوفر في الالوان على المستوى بقى السطوع حسيت ان مفيش ازمة في السطوع الموبايل الفيفو كده وانا بستخدمه في اضادة خلية تلقتي تحت الشمس حسيت ان انا شايف الشاشة بس مش شايفها حلوة قوي خصوانا لسه مجرب موبايلات في نفس الفقه السعرية رحت جبت بقى الجالاكسي اي اربعة وخمسين بتدرجه وشغلته وحطيته جنب الفيفو لقيت سطوع السامسونج اعلى بفرق واضح تحت الشمس انا معرفش البيك برايتنس بتاعت الفيفو مش بتشتغل فعاليا للموبايل مش بيزق البرايتنس كده بتاعته تحت الشمس انا حسن شاشة الفيفو قريبة انها تكون شاشة الريلمي 10 برو بلس اللي كان اقصى سطوع لها 800 نتس بس السامسونج اي اي اربعة وخمسين والشاومي ريدمي نوت برو بلس بيوصلوا الف نتس بقول لك يا حبي لو ما عمدتش لك الفيديو اتاكد انت عمدت لايك ليه بقى لان ده بيخلي الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها توصلك على طول لاني بلاي ناس بتسأل في الكومنس عن فيديوهات احنا بالفعل نزلناها فاتاكد من لايك وكمل الفيديو نيجي للأداء فيفو استخدمت معالج قوي من ميديا تيك دايمنستي 7200 تكنولوجيا 4 نانو مع زاكرة تخزين سريعة UFS 3.1 وانا معرفش يعني هو مين اللي بيقول عن المعالج ده انه ضعيف يا جماعة المعالج ده اقوى حاجة بسيطة من سناب دراجون 778 جي واقوى حبتين من ميديا تيك 1080 واقوى من اكزلوس 1380 واقل حاجة بسيطة من سناب دراجون 870 يعني انت معاك حرفيا معالج فلاك شب كيلر محدود في الموبايل ده وبتكنولوجيا 4 نانو بص في نقطة بقى محورية في الموبايل هل فيفو استغلت سوفتوير الموبايل علشان تطلع اقصى قوة للمعالج صراحة الاجابة انا شايفها لا انيميشن الموبايل ده بطيقة ومزعجة لما بشغلها بحسها مبطقة الموبايل وبحس بالفريمات كده قدامي مع ان انا بشغلها على اعلى سرعة للانيميشن لدرجة اني لما قارنت الموبايل ده مع الA54 لقيت الA54 انا عم وسموز اكتر بسبب وجهة سامسونج النعمة بس مش بسبب قوة معالج السامسونج افهم معايا وعلى فكرة لما جربت اقفل الانيميشن خالص برضه حسيت بحية غريبة كده والبرامج بتفتح مطبسطش رجعت الانيميشن تاني بصراحة حاجة كمان سوفتوير فيفو ساعات بيرخم على المعالج بتاعه ويقلل تردداته بدون داعي يمكن عشان البطارية انا قرزت على المعالج في الموبايل ده كتير بيدي لك اداء كويس بس مرة واحدة السوفتوير بيقول له ايه ده شوية وفر تاك تاك يا باشا مع اني مش مشغل وضع توفير الطاقة ومرة تانية الاقي السوفتوير مش بيتدخل ولا بيقلل الترددات وفي الحالتين الموبايل مش بيسخن قوي فحقيقي في عشوائية شوية في نقطة التحكم في قوة المعالج وتردداته من خلال سوفتوير الموبايل ما تفهمش من كلامي ان اداء الموبايل وحش وكارسة لا 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 تماما اداء الموبايل كويس جدا والكلام اللي انا بقولك ده مش هيوجه لك ازمة وانت ماشي بالموبايل ده لوحده بس انا يا جماعة بجرب موبايلات كتير وبدأ وبوصل لك ادق المعلومات اللي محتاجت تعرفها عن الموبايل من ناحية ال هاردوير والسوفتوير تمام التفقين الى ناقل رسومي بقى يعني علعابه بتاع بص الموبايل ده رايق باب جي بتشتغل على اتش دي ار الترا او تقلل جرافك وتلعب على اكستريم فريم ريت واتاخد تجربة حلوة ومستقرة بدون تسقيق فريمات وكولف ديوتي بتشتغل على الترا فريم ريت وهتاخد برضو تجربة رايقة والموبايل مش بيولع نار مع اللعب بيسخن السخونة الطبيعية باصمة الموبايل هنا تحت الشاشة مترحلة تحت شوية في الشاشة اداءها سريع مفيهوش مشاكل ولفيسألك سريعاته معاولة الموبايل هنا جاي بوجه فيفو فانتاتش 13 مبنية على اندرويد 13 في دعم لخاصية الان فسي في مايك اضافي لعزل الدوشة في دول ابس كل حاجة موجودة في الوجه وكمان لقيت ميزة من الوجه هنا تقدر تحدد برامج معينة انت مسطبها متشتغلش على النت بتاع الباقة ويشتغل على واي فاي بس ودي حاجة اعتقد انها مفيدة جدا تقدر كمان تتحكم في انيميشن الوجه كلها بالتفصيل ودي حاجة حلوة بس اي حاجة انا عمل انتها معجبتنيش فيفو عاملة احسن حاجة عاملة الصح وانا شايف بس ان هم محتاجين يشتغلوا اكتر على نعمة الانيميشنز بتاعت الوجهة والموبايل ده يكون في حتة تانية اكتر حاجة مزعجة في الموبايل هنا انه للاسف صوته مونو مش استريب عيب كده طالعلك زي الخزوق في موبايل بالسعر ده هو صوت الموبايل كويس اكيدش ان انت مش هتسمعه ولا صوته ضعيف لا صوته كويس جدا بس مش هتاخد نفس الصوت اللي طلع عليك في موبايلات سامسونج وشاومي في الف منسور التقارب موجود وحقيقي وشغال زي الفل في الموبايل شركات الانتصال بقى والواي فاي يا جماعة ولا غلطة عشرة على عشرة الموبايل ده احسن من سامسونج وشاومي في الفئة بتاعته حرفيا بدون مبالغة في حتة الشبكات نيجي للبطارية وهنا بطارية 4600 ميلي امبير وانا مقدر ان فيفو تعبت قوي في التصميم النحيف الخفيف بتاع الموبايل فما عرفتش تحط بطارية اكبر وحقيقة ده البطارية هنا مش وحش تماما انا كنت خايف منه بس لا حسيته زي بطارية السامس خمس تلاف وساعتي يمكن احسن كمان ويمكن الكلام ده بيحصل عشان السوفتوير بتعففه وكان بيرخم على المعالج احيانا انه يقول له بتعمل ايه ايه ده شوية عاوزين البطارية طاعة عموقا الاداء كويس هيكمل معك يوم مستريح بمتوسط سبع تمن ساعات شاشة مفتوحة على استخدامات متوسطة افو المتوسطة وكمان معك شاحن سريع 66 واط في حلبة الموبايل بشح البطارية في ساعة الربعة اكيد احسن واسرع من سامسونج على اهل مع الشاحن بس ابتقى شوية من الشاحن ال120 واط اللي جربته في ريدمي نوت 12 برو بلاس نيجي لعنصر ابهار مختلف في الموبايل الكاميرات الموبايل ده بيجي بكاميرا خلفية رئيسية 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.9 بمثبت بصري بمستشعر سوني اي ام اكس 766 في مع عدسة 8 ميجا بيكسل الترا وايت فتحة عدسة 2.2 مع عدسة اخيرة 2 ميجا بيكسل مكرو والسيلفي 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.5 مع اوتو فوكس حقيقي الكاميرات في الموبايل ده مش ط سبعية التجربة الحقيقية اثبتت لان الارقام مش على ورق الكاميرا خلفية رئيسية هنا بتطلع صور بكمية تفاصيل محترمة بشاربنس وكنترست مظبوط الوان كويسة وحقيقية جدا كمان عندك بورتري زومد اتنين اكس ممتاز بيدي لك صور بورتري احترافية جدا هو يمكن بس اله دي ار ساعة مش بيلعب قوي في لون السماء مع العلم ان السماء مكانتش زرق او انا بصور بس في موبايلات بتلونها عادي الفيفو حقيقي قوي تجربة التصوير في اضاءات داخلية سواء ص نايت مود ممتازة جدا وفعلا ده واحد من افضل موبايلات اللي جربتها من ناحية الكاميرا جربت بقى الرينج لايت بتاع فيفو لقيته قوي برضو هو اقل من الفلاش في القوة بس كنت اتمنى لو اقدر اتحكم في درجة الاضاءة اللي بتطلع منه الصورة لا سعى بس مش قوي لما قرنتها بجالاكسي اي اربعة وخمسين وانا مش اغالي الفلاش لا الفيفو فلاشه اهدب كتير نكمل بقى مقارنة مع السامسونج ونشوف نفس الصورة دي نايت مود من غير فلاش اللي اتنين مم جربت هربو بس عجبني لقى صورة فيفو وكمية التفاصيل الحقيقية اللي فيها لان سامسونج مسح التفاصيل شوية الصورة دي فيفو بصراحة متفاق بطريقة مش طبعية على سامسونج لا مستغرب بصراحة والصورة دي سامسونج خلى لون البشرة موف شوية ان ما فيفو عمل عظمة وكتفاصيل ما يقل ليش حاجة عن سامسونج يمكن بس بشرك تمحتاجها تهدأ عن كده شوية اللي بيعجبني في سامسونج طريقة المعالجة تحت الشمس انا عجبتني اكتر صور سامسونج جلاجسي اي الفيفو مش وحشة ايه وقت افتك ان انا بقولك ان هي وحشة هي بس تفضيلات بس بشكل مجمل الفيفو جامد يا جماعة وهادر يسد مع سامسونج زي ما انت شايف. اما السيلفي فراهيب في الفيفو افضل سيلفي موبايل متوسط جربته. اوتو فوكس مزبوط صعب بتاخد صورة بتفاصيل وليلة في اي ظروف تصوير. في ضغط عالية مع سامسونج قادر يسد معي ويتفوق عليه في بعض الصور كمان. معاجد السيلفي ما فيهاش ولا غلطة. وكل لما لضغط ايه لكل لما هتكتشف ان سيلفي الفيفو ممتاز. بيفضل طلعلك صور بالتفاصيل كويسة جدا من غير ما يباوز الصورة. اه ساعات بيحتاج يعمل اوفر شاربنس كده حاجة وسيطة. بس مش مشكلة يعني. في المجمل الفيفو يكسب سامسونج في السيلفي في ضغط ضعيف. اسمكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالفيفو في سبعة وعشرين فايف جي في الموبايل ده بيصور فور كي تلاتين فريم في الثانية. ودي الجودة اللي انا بصور عليها دلوقتي والحمد لله في ثبات شغال في الفيديو زي ما انتم شايفين. ودي حاجة عجباني لان انا ملاقتش ثبات على جودة الفور كي في السامسونج جالاكسي اربعة وخمسين لما راجعت. والمنافس المباشر سبعة وعشرين فايف جي. خلانيا نختبر مع بعض جودة الالوان والتفاصيل. جودة السبات والديناميك رينج والحاجات دي كلها. وجودة الصوت في الفيديو النهائي. وحب اكد عليك بس ان الشاشة مش على حاجة انا شايف. بس مش شايف كويس. زي ما كنت بصور بالسامسونج جالاكسي اربعة وخمسين والريدني نوت ويلف بلو بلس. لسه طوع هنا اقل منهم حاجة بسيطة. في الموبايل ده ممتاز. حرفيا بتصور فيديو سيلفي فور كي او اي نعم. مفيش ثبات. بس بتاخد جودة ممتازة حرفيا. ده من احسن الموبايلات اللي جربتها في الفيديو المتوسطة الفترة الاخيرة من ناحية السيلفي. سواء صور او فيديوهات. بالنسبة الاسعار سعر الموبايل حوالي ستتاشر الف وخمسونج جديد من اللسخة المتين ستة وخمسين جيجا مع تمانية جيجا رام. وينفع تركب شرحتين اتصال وينفعش تركب كارت ميموري. رأي النهاية في الفيفو مبدئيا الموبايل ده ما نزلش غالي. لان المنافسين بتوعوا بنفس السعر ويمكن نغلى كمان. الموبايل ده جايب بتصميم شيء جدا فخم جدا خمات بصراحة فيفو مستخدمها راقية لأقصى درجة. مع شاشة في نفس الوقت هي شاشة فخمة كيرفت حوافة قليلة. هي بس كان محتاجة للسطوع بتاعها يزيد شوية يوصل لالف نتس عشان يكون منافس لموبايلات سامسونج وشاومي اللي انا جربتها الفترة الاخيرة. المعالج المستخدم في الموبايل ده قوي جدا. اقوى من سامسونج وشاومي. في الفئة دي هو بس اللي كان محتاجة يتزبط في الموبايل ده ومعجبنيش هو انيميشن فتح وقفل البرامج والتنقل ما بينهم. فيفو محتاجة تشتغل شوية عن موضوع ده. انما اداء في الالعاب ممتاز والموبايل مش بيسخن قوي. والبطارية بتاعته معقولة مش وحشة هتكامل معك اليوم وشاحن سريع معبول 66 واط. الكاميرات بتاعت الموبايل ده استثنائية. الكاميرا الخلفية ممكن تبقى زي السامسونج جالاكسي ا54. بس الفكرة في المعالجة كل موبايل ولي اسلوب معالجة فاشوف انهي اللي عجبك فيهم. بس الفيفو بيصور فور كي بسبات انما السامسونج لأ. واحسن كاميرا سيلفي جربتها في موبايل فيها متوسطها لحد دلوقتي. في الموبايل ده كتجربة تصوير سيلفي صور او فيديوهات هو الطوب لو انت بتصور فيلوجز وتحتاج الكاميرا سيلفي كتير فاكيد الموبايل ده هيكون مناسب ليك جدا. اللي ما عجبنيش في الموبايل ده هو زي ما قلت لك من شوية سطوع الشاشة كان محتاج يزيد. ما مش عن السوفتوير محتاجة للذابط ودي ممكن تتزبط بسوفتوير abdehete للأسف ما فيهوهو tinc ده حاجة مش عارف اقولك تقبلها الزي في موبايل بالسعر ده كله الموبايل تمنock تقريبا بسوت استيريو مفيهوش مدخل ثلاثة ونص وده عب موجود في معظم الموبايلات اللي بالسعر ده تقريبا وكمان مفيهوش مكان تركيب كارت ميموري وده برده عب موجود في معظم الموبايلات اللي بالسعر ده كان نفسي بقى الموبايل ده يبقى فيه ميزة زيادة او مستين زيادة زي شحن واللس اللي انا عارف ان هو مش موجود تماما في الفئة دي كان نفسي يبقى مقاوم للميا زي موبايلات سامسونج وكان نفسي الموبايل ده يكون فيه موتور هابتك فيدباك محترم الفيفو V275G موبايل بيقدم تجربة فريدة بيقدم تجربة استثنائية لو انت عاوش تشتري موبايل مش منتشر او موبايل اي حد يشوف ايه دك يقولك ايه عامل موبايل شكله غريب ده رغم من اي ده يعني ممكن تبقى ميزة بعض الناس فاي عيب برضو ان عدم انتشار موبايل بيخوف شوية في الاول بس اعتقد ان احنا ممكن ما نخافش من النقطة دي لان الموبايل ده ليه ضمان محلي وليه وكيل موجود بشكل رسمي في مصر لو انت مثلا واحد بتفكر تشتري ريال ميتين برو بلاس ب 14-15 ألف جنيه ضمان دولي لان التجار بيبيعوه بالاسعار دي فعلا في مصر فزود 1000 جنيه ويشتري الفيفو V27 5G ضمان محلي كاميرا احسن بكتير سواء خلفية او امامية ومعالج اقوى بكتير الاجابة محسوبة اكيد تجيب الفيفو V27 5G اما لو انت متابعنا الفترة الاخيرة وحاوز تشتري موبايل فاقة متوسطة عالية 15-16 ألف جنيه بقى هتدفع رقم وتدلع نفسك 3-4-5 سنين كده كتير قدام وشفت مراجعة الجالاكسي 54 ومراجعة الريدمي نوت ويلف برو براس وشفت المراجعة دي دلوقتي الفيفو V27 5G ومحتار تشتري انهي موبايل فيهم فانا مش عاوز احرق الموضوع عليكم ان شاء الله في فيديو جاي قريب بعد العيد هنعمل مقارنة كاملة بين الثلاث موبايلات دول وهيبقى في فيديو بعدها بقى ترشيحات كده افضل الموبايلات بتاعت الفئة المتوسطة العالية كلها زي ما انتم طلبتوا مننا دلوقتي انت وصلت لنهاية الفيديو فحب اشكرك جدا لو انت وصلت لنقطة دي فاكيد تتأكد ان انت عامل اللايك واكيد برضه انا متأكد ان انت لو وصل لنقطة دي فانت عامل اللايك الجميل شاركني رأيك انا بقرأ الكومنت وكمان برد عليها وعاوزك تنزل دلوقتي تتأكد ان انت عاملنا سبسكرايب لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ومفعل الجرس اشراك في حلقة جديدة من حلقات موبازل كان معكم احمد سعيد سلام